تعالى ندرس الإيمان الميت ده بسرعة اللي عنده الإيمان الميت ده عنده تجربة فكرية بس بيقول آه طبعا لازم يكون في إله خالق يعني مش معقولة الحاجات دي كلها تيجي من العشوائية من العدم من العدم ويعرف مبادئ الخلاص آه المسيح جاه ومات وقام دي معلومات يمكن بيعيد كل عيد وكل الحاجات دي بيعملها في عيد الميلاد وعيد القيامة وكل الأعيات دي كلها لكنه ما أخضعش نفسه لعمل الرب يسوع في حياته فعشان كده الإيمان ده إيمان ميت فالإيمان الميت مش إيمان الخلاص مش هيوصلني الحاجة تعالى بقى نشوف الإيمان الشيطان ده عايزك زي ما حضرتك قررت لنا من يعقوب 219 الشيطان يؤمن أن الله واحد فالشيطان موحد بالله هو عارف هو عارف تمام لأنه عارف تماما أنه فيه إله وإله موجود يؤمن أن الرب يسوع هو ابن الله نعم تخيل عايزك تقرأ لي مرقص 3 من عدد 11 و 12 لأنه الديمونز أو الشيطان بيؤمنوا أن يسوع هو ابن الله عارفين من هو يسوع فدي حاجة عملاقة مرقص 3 11 و 12 والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة إنك أنت ابن الله تخيل أن الشيطان بيعترف أن المسيح هو ابن الله بس هذا الإيمان مش هيخلصه نعم تمام الحاجة التانية بيؤمنوا أنه فيه عقاب وثواب فده نقراها فلوءة 8 عدد 31 من فضلك فهم بيؤمنوا أنه فيه عقوبة وبيؤمنوا أنه فيه يوم للمحاسبة نعم 8 31 وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية وكان هناك قطيع خنزير كثيرة ترعى في الجبل فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها فأذن لهم تمام أوك فبيبين أنهم عارفين أنه فيه عقوبة قالوا للماذا غتيت قبل الوقت لتهلكنا فهم عايزين يكونوا لسه موجودين في كائنات أخرى بدل ما يوصلوا للهاوية وتنتهي حياتهم حاجة تانية في مرؤس خمسة من واحد لتلاتاشر لما بيكلم عن مجنون كرة الجدريين اللاجئون اللاجئون فبيعترفوا أن المسيح هو القاضي نعم من عدد واحد ناخد كم عدد منهم من فضلك وجاءوا إلى عبر البحر إلى كرة الجدريين ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور ولما لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله كان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة فلما رأى يسوع من بعيد ركد وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي أستحلفك بالله أن لا تعذبني لأنه قال له أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس وسأله ما اسمك فأجاب قائلا اسمي لاجئون لأننا كثيرون وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة وكان هناك طبعا فطلب إليه الشياطين أرسلنا إلى الخنزير فأزنا لهم طبعا واختنقوا في البحر فبيتعامل مع الرب يسوع كالقاضي واللي يقدر ينفذ الحكم ويعمل حاجة الحالة لما أقرأ الحدث ده بتع مجنون كورت الجدريين بيقلمني جدا أنه بيجرح نفسه بالحجارة يعني هو اللي بيهدم في حياته وده الوصف لأي إنسان بعيد عن الله بيجرح نفسه بالمخدرات بيجرح نفسه بالعادات السيئة بيجرح نفسه بالخداع بيجرح نفسه بأشياء كتيرة جدا لكن الرب عايز يحررنا فده إيمان الشياطين فده إيمان مش مخلص ما يوصلنيش للخلاص والإيمان بالرب يسوع الفادي وعرفه مجيء الرب يسوع أنه جاء للدينونة أيضا بالزبط بس مش يعني رح يجي في الأيام الأخيرة أتيت لتهلكنا قبل فوات الأوان بالزبط كده فده إيمان الشياطين فاحنا شوفنا الإيمان الميت اللي هو الإيمان فكري بس وإيمان الشياطين بكل التفصيلات بتاعته الشياطين بتؤمن وبترتعد يعني فيه مشاعر جواها كمان وده مش كفاية لأن فيه ناس بتفتكر إن الإيمان مجرد مشاعر لا الإيمان أكثر من كده بكتير فيه طبعا مشاعر لكن بيشمل شيء أكبر من مجرد المشاعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر